المعارك على أشدها في جبهة مأرب نطاق المعارك امتد بالتزامن إلى مناطق هيلان والمشجح والكسار غرب محافظة مأرب القوات الموالية للحكومة تقول إنها صدت هجمات عنيفة لجماعة أنصار الله في المناطق الثلاثة فيما تقول الجماعة إنها أحرزت تقدما كبيرا في جبهات القتال هناك وإنها كبدت قوات الحكومة خسائر كبيرة في الأرواح بينها قيادات ميدانية مع اشتداد المعارك في المحافظة النفطية وذات الأهمية الاستراتيجية يرى مراقبون أن جماعة أنصار الله في صنعاه تعتبر معركة مأرب مصيرية بالنسبة لها على الصعيدين العسكري والسياسي معارك الآن التي تدور في مارب تؤكد على أنه مسار الحسم اتخذ من أجل أنه معركة مارب هي مصيرية وأيضا لها أبعاد استراتيجية وسياسية وعسكرية هامة ستكون لها الأثر البالغ في تغير المفاوضات السياسية وعلى طول مناطق القتال كثف طيران التحالف من غاراته الجوية إسنادا لقوات حكومة هذه تشتد وطيرة المعارك والتصعيد العسكري في ذروته وفي المقابل تراجعت وطيرة الجهود السياسية سواء على صعيد ملف المفاوضات العامة أو مفاوضات ملف الأسرى والمعتقل فمفاوضات عمان بين الأطراف اليمنية بشان الأسرى انتهت دون التوصل إلى اتفاق الاتهامات متبادلة بشان فشل هذه الجولة وكل الطرف يتحدث عن تقديمه مزيدا من التنازلات في هذا الملف لكن مراقبين يرون أن مبدأ الكل مقابل الكل يمثل الحل الأنسب لإطلاق جميع الأسرى في صفقة شاملة الحل يكمن في معالجة الاختلالات في مفاوضات الأسرى وتعفراتها هو مبادلة مقابل الكل دون كشوفات ودون أسماء جميع الأسرى من جميع الأطراف الجميع يمنيين ويجب أن يدخلوا كلهم في صفقة كاملة الكل مقابل الكل وفي ظل استمرار التصعيد العسكري وتعثر المساعي السياسية يبقى ملايين اليمنيين عرضة لمزيد من المعاناة على مختلف المستويات خليل القاهري العربي صمع صحيح موسيقى 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 اشتركوا في القناة